وقد مهدت مملكة البحرين الطريقة للشباب من خلال استراتيجية وخطط مدروسة تاحت لهم الفرصة للاستفادة من خبرات ذوي الاختصاص في عديد المجالات من خلال برامج وحوافز موجهة نعم الكوادر الوطنية الشبابية تعمل بكل جد واجتهاد في مختلف الميادين في المساهمة بشكل فاعل في التنمية وطرح الخطط لصناعة مستقبل باهر بإمكانيات عالية ومهارات مميزة تمكن الشباب البحريني من التفرد والوصول إلى أعلى المراتب في شدة المجالات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من أجل رفعة شأن المملكة هذه الإمكانيات أتت بدعم واهتمام كبير من قبل الحكومة التي أولت الشباب جل اهتمامها إيمانا منها بأهميتهم في التنمية وصناعة المستقبل في ظل العملية الإصلاحية المستمرة التي تشهدها المملكة مملكة البحرين شهدت طفرة في الأوينة الأخيرة في مشاركات الشباب في المجالات التنموية وصناعة المستقبل من خلال انخراطهم في سوق العمل وصناعات المستقبلية تأكيدا على مشاركتهم الفاعلة في عجلة التطوير طبعا الشباب هو جزء لا يتجزأ من رؤية البحرين أساسا رؤية البحرين 2030 وضعت للشباب وقاعمة بالشباب فالشباب هو الجزء الأكبر الذي يعطي فيها ويأخذ منها إن شاء الله شفنا اليوم أكثر الشباب ما شاء الله يعني أنا كشخص كشاب مثلا حصلت على فرصة في البرلمان الشبابي وفي أكثر من قطاع في الاتحاد البحريني في وزارة الإعلام فاليوم الشباب جالس يحص الفرص ونشوف شباب متألقين هاي شيء يدعو للفخر والاعتزاز للشباب البحريني إلا نتمنى نشوف ما تألق تغيرات إيجابية وفرص كبيرة تحققت للشباب على أرض الواقع من خلال عدة جوائز أطلقت وبرامج تدريبية ساهمت في تنشئة جيل من الشباب يتمتع بقيم الانتماء والولاء والمواطنة الحقة والشعور بالمسؤولية والواجب الوطني في تطوير مسار التنمية والوصول إلى المستقبل بتطور يسبق العالم الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل وعماد المستقبل وتقدم أي مجتمع ما يكون وليل اللحظة والصدفة أنه ما يكون بفضل القيادة الرشيدة اللي فيه وكذلك الأفراد المجتمع الحمد لله رب العالمين نحن في مملكة البحرين نحظى بطاقات شبابية مبدعة في الحقيقة في مجالها الحمد لله مملكة البحرين تنظر حق الشباب بأنهم المستقبل كله فجلالة الملك عنده جائزة الشباب للتنمية وهي إيمان منه أن الشباب عندهم طاقات يقدرون أنهم يوظفونها عشان أنهم يبنون المستقبل عشان أنهم يكونون قادات حق المستقبل دام أن الفرص متاحة لنا اليوم لازم نبدع دام أن حكومتنا وقفة معنا خلونا ننطلق ونشوف وحاول ومر ومرتين ونوصل وأنا كله ثقة في شباب البحرين الشباب في المملكة يحظى باهتمام كبير كونه الشريكة الأساسية في التنمية ويتم تمهيد الطريق لهم لتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات وتوفير كل الظروف والأجواء المناسبة التي تهيئ لهم الفرصة لإطلاق العنان نحو الإبداع والابتكار وإبراز الطاقات صفوف شبابية قيادية نراها تبدع كل يوم وقناعة مطلقة بدورهم المحوري في صناعة مستقبل مملكة البحرين سيرا على النهضة الشاملة التي أسسها عاهل البلاد المفدة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين انظروا انظروا تحديث شكرا ترجمة نانسي قنقر